مخاوف وهواجس تنتاب البعض من السياسيين السنة في نينوى وصلاح الدين من نزاهة الانتخابات المقبلة في المناطق المتنازع عليها والمناطق السنية المستعدة من داعش بوجود فصائل مسلحة تابعة لجهات سياسية مهيمة عليها وتعمل على الدعاية لها وبهذا الخصوص كشف القيادي في الحزب الإسلامي العراقي فارس يونس لوسائل إعلام كردية عراقية بأن وجود فصائل مسلحة باسم الحجد الشعبي في نينوى والمناطق المتنازع عليها سيؤثر على صوت الناخبين في الانتخابات المرتقبة لا زال هناك خشية من تواجد جهات مسلحة أو فصائل مسلحة باسم الحجد الشعبي التي تتبع جهات سياسية وتروج لها هذه الجهات يخشى من تأثيرها على الانتخابات وقال يونس لا يزال هناك خشية من وجود فصائل مسلحة باسم الحجد الشعبي التي تتبع لجهات سياسية وتروج لها وأن وجودها في مناطق انتخابية ربما سيؤثر على صوت الناخبين لصالح الكتل السياسية التي تتبعها مشيرا إلى أنه ربما بسبب الوجود العسكري في محافظة نينوى لن تتم انتخابات ديمقراطية حرة تعبر عن إرادة الشعب الموصلي مبينا عن مدى تأثير وجود تلك الفصائل في محافظة نينوى والمناطق المتنازع عليها على الحملة الدعائية والانتخابات وبهذا الشأن فاد يونس أن المجامع المسلحة ستؤثر على الناخبين والمرشحين باعتبارهم لا يمثلون لأي من هذه الفصائل وبالتالي ربما قد يشهدون تدخل جهات مسلحة للترويج للجهات التي تمثلها وعدم تنظيم حملات دعائية حقيقية إلى ذلك أردف يونس أن مرحلة ما بعد الانتخابات هي أخطر مرحلة على مستقبل العراق وأن الانتخابات ستحدد المسارات القادمة للعملية السياسية المرتقبة في البلاد مؤكدا أن الكتلة الرئيسية في التحالف الوطني تطرح مشاريع مختلفة لتشكيل الحكومة الجديدة وأن هذه المشاريع لها تبعات متعددة سياسية وأهداف سياسية غير واضحة ودعا يونس كلا من الكرد والسنة إلى الجلوس على طاولة واحدة للتحور والتوحد والاتفاق على مشروع واحد ورؤية موحدة لمستقبل العراق